وفي شأن الجزائري الداخلي يرتقب أن تتسع حركة الإضراب في قطاع التربية والتعليم اليوم وغدا مع انخراط خمس نقابات بحركة الإضراب التي تعطل الدراسة في المؤسسات التعليمية في المستويات الابتدائية والمتوسطة والثانوية ومع إخفاق استراتيجية الحكومة الجزائرية الرامية لإقناع الأساتذة بالعودة إلى حجورات التدريس والعدول عن حركتهم الاحتجاجية يتوقع أن يشهد قطاع التعليم المزيد من الإضرابات وتطالب النقابات بمراجعة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية وتحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن قائمة للمطالب وقالت مصادر نقابية إن الوزارة الوصية لم تستجب لمطالب النقابات التعليمية واكتفت بتقديم وعود من دون التزامات عن الأسباب التي دفعت النقابات التعليمية إلى هذا الإضراب وأهم المطالب التي ترفعها نستمع من العاصمة الجزائر لسيد مسعوب مسعود بوديبة ناطق باسم نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدم التدريس حاوره الزملاء في إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية مطالب نقابة كنابست على غير العادة هي مطالب عبارة عن التزامات وتعهدات موجودة في محاضر ممضات بين مسؤولي قطاع التربية الوطنية وممثلي نقابة كنابست ليست مطالب جديدة وإنما هي التزامات نطالب بتجسيدها الأمر الثاني هي التزامات عمرها يتراوح ما بين خمس سنوات ست سنوات ثلاث سنوات إلى آخره ولذلك الآن الأستاذ لما يلجأ إلى هذا الإضراب يلجأ بعدما يائسة يائسة وصبر أستاذ لي صبر ثلاث سنوات على مخلفات مالية كانت عندها قيمتها في سنة 2014 واليوم في سنة 2018 قيمتها يعني بالنصف أو أكثر من النصف نظراً لانخفاض قيمة الدينار إذن من حقه أن ينطفد ويطالب بحقه عندما نجد التزامات بسيطة يعني لا تطلب أمور مادية مثلاً كتنصيب لجنة من المفروض تنصب ما بين جواء وديسمبر دميل ديسات هذه اللجنة لأجل وضع آلية أو ميكانيزم أو نسبة معينة للتأسيس للترقية المستقبلاً اللي هي أمل الأستاذ لا تنصب هذه اللجنة عندما نجد بأن هناك لجنة حكومية وهي في مصلحة الدولة الجزائرية هدفها جرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية اللي هي مجهولة العامل والموظف يريد معرفتها إلى اليوم لم تنصب منذ سنة 2011 عندما نجد بأن الأستاذ اليوم براتبه الزهيد لا يمكنه أن يستفيد من أي صيغة من صيغ السكن من حقه أن يطالب أن يستفيد بصيغة معينة التي توافق راتبه وتكون عنده أولوية أولى اشتركوا في القناة